زي ما كنت بقول لكم ما حدث قد حدث في إيران وتوفي وانتقل إلى رحمة الله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وطبعا وزير خارجيته عبداللهيان أو حسين أمير عبداللهيان ومجموعة من المرافقين على متن نفس الطائرة تساؤلات كتير التساؤلات في الداخل التساؤلات إقليمية التساؤلات دولية حول العديد من الأمور ماذا حدث أصلا وهنا بقى دي تحقيقات وقصص وتقارير وحدث ولا حرك ثم أيضا يا ترى يا هل ترى البيت الإيراني من الداخل هيترتب إزاي في الحديث عن إيران بالتحديد لازم يبقى فيه معاك متخصص فهم لأبعد الحدود الشؤون الإيرانية لأنه التركيبة السياسية الإيرانية شديدة التعقيد معقدة فعلا يعني خليني أرحب بضيفي العزيز الأستاذ هاني سليمان خبير الشؤون الإيرانية البارز من أورنا أهلا وسلام بحضرتك وكل أستاذ المتابعين بشكر حضرتك لا ده أنا اللي بشكرك هبدأ الأول باقي اللي وصفه المزيع بأنه الهيكل السياسي الإيراني شديد التعقيد تعقيد إلى أي مدى مؤسسات الحكم في إيران شكلها إيه؟ نعم يعني يمكن دي نقطة مهمة جدا للنظام السياسي الإيراني يختلف كلياتا عن أي نظام تاني موجود في العالم عندنا أنظمة رئاسية بيحتل فيها رئيس الجمهورية المكانة الأبرز في قيادة الدولة أنظمة أخرى يحتل فيها رئيس الوزراء أنظمة ملكية وغيرها من الأنظمة المختلفة لكن النظام الإيراني له خصوصية شديدة منذ الصورة الإيرانية في 79 كان هناك رغبة في محاولة تأسيس مؤسسات تدعم الصورة وتدعم فكرة أدابيات الصورة وبمسألة الأيدولوجيا والحماسة الصورية اللي قادرة على تنفيذ أيدولوجيا الصورة وتثبيت أرقانها في المجتمع والشعب الإيراني من خلال هذه المؤسسات وبالتالي بنجد أن هناك مؤسسات مستحدثة بمعنى أنها ليست موجودة أو ليست على نفس النمط في أي دولة أخرى عندنا مثلا مجمع تشخيص مصلحة النظام وهو المعني بيتكون من 31 عضو معني باختيار المرشد الأعلى وبتشكيل وتنظيم المسألة الخاصة بالنظام الحكم وبرمته عندنا اللي هو مجلس سيانة الدستور اللي ده بينظم العملية الانتخابية ورئاسة الجمهورية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المهمة مجلس الشورى الإسلامي كمجلس تشريعي خاص بالبرلمان الإيراني اللي هو بيتم في مسألة الوزراء واتخاذ القرارات التشريعية وغيرها عندنا مؤسسات أمنية هنا عندنا مؤسسات موازية بمعنى أن هناك الجيش الإيراني اللي كان موجود قبل 79 اللي كان ربما ولاء للنظام الملكي لكن لما الثورة قامت كان هناك تتوجس نوعا ما فأقاموا بإنشاء الحرس الثوري الإيراني ولو جناح عسكري يسمى بفايلق القدس يأخذ على عاطقه ربما تنفيذ بعض الأمور الخاصة بتصدير الثورة في الخارج وغيرها من هذه الأدوات وبالتالي هذا الحرس الثوري كان موازي للجيش الإيراني لكن تغول وتحصل على العديد من المزايا على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي في الداخل ويتعظم نفوزه حتى بد في مرتبة متساوية مع مين المرشد الأعلى اللي هو أعلى ردبة في النظام السياسي وبالتالي نحن إذا نظام سياسي لديه مؤسسات ربما جديدة غير موجودة في أي نظام آخر ومؤسسات موازية وبعض المؤسسات المستحدثة بالمؤسسات الأساسية غير الحرس الثوري موجود اللي هي قوات التعباءة الشعبية اللي هي البسيج اللي بتقوم بأدوار أمنية لكن من ربما بعض الأفراد اللي لديهم حماسة ثورية ومتطوعين ومؤيدين للنظام بأي حال من الأحوال وبالتالي هناك تركيب على مستوى المؤسسات هناك تداخل في عملها وهناك يعني ده بيوجد نوع من الصراع أو التعقيد في اتخاذ القرارات وبالتالي ده بيحلنا إلى مسألة موقع ومنصب الرئيس في هذا النظام السياسي ما أهميته وما دوره مقارنة بالأدوار الأخرى